موسيقى 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 يعني مثلا في زمان كان نغم معينة مثلا بيغنى بها مثلا الفيت ابن مالك مثلا ترفع وكان المبتدس من والخابر وكان سيدا عمر بيتقلب الطريقة دي في الكتاب فمن هنا حضرات الصوفية برضو بينغم القصاد وغنوها فمن هنا مثلا عرفين من نغم دي نغم بسم بحر اسم بحر الرجز مستفعيلون 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 تلاقي نفس النغمة هنا وكل بحر وكل نغمة مختلفة فمن هنا بيتيجي التفرقة ما بين أنا حتى كمستمع بيستمع لقصيدة معينة حتى بيلقيها فبسمعوه من مجرد انه بيبدأ يقول اول شاطرة او اول بيت بخلاص النغمة بتيجي في الماغي باعرف في بحر ايه لان كل بحر اللي هي نغمة مختلفة عن البحر التالي يعني مثلا مستمع لو المستمع متملك العلم وعنده مرجعية موسيقية جيدة لانه ممكن يكون متعلم العروض ومعرفش يفرق القصيدة الى بحر ايه الا اذا عمل حاجة اسمه التقطيع العروضي يعني موضوع اكاديمي شوية بس انا نحن عايز اتكلم في حش انه موضوع اكاديمي بس انا اقول انه يقوم بعملية علمية كده بحتة وتقطيع عروضي ثم انه يعرف التفعيلة ايه وبعد نقدر يضلع البحر من ده كله لكن فيه احد معين يمكن انه يمتلك ده وانه مجرد ما يسمع اول بيت بيعرف ده على بحر ايه فده بيرجع الى مراجعة موسيقية كل واحد ده قطرات فردية ما بين تختلف ما بين واحد والتاني وفيه بحور بحور مثلا مش بتعرف او مش بيكون تفرقتها من السهل لانه فيه هم ستلاشر بحر بحر متسح فالواحد مثلا ممكن سبع بحور تقدر او سبع بحور سفار النغم وبحرين ثلاثة من المركبين تقدر ان تتعرفوا من مجرد ما يوخالوا لكن ده ممكن يحتاج تركيز شوية من بعرفوش غير المتمكن من الموضوع جدا وقابض على الدورة طبعا فعزلنا كده نسمح حاجة منها فيه اولم على قلبي والحب ان ليس تجرحوا وان يغلقوا الابواب لو جئت قاصدا ومن فرد هذا الشوق تبكي وتفتحوا وان تزرع الافراح في الارض كلما فعلت سيستيها الزمان وتطرح جميل احمد ايه هي الادوات اللازمة لاستقراج قصيدة مكتملة الاركان يطلق عليها اسم قصيدة شعرية وليس كما يعني يؤلف البعض وكما يكتب البعض كلمات لا تنتمي او لا تندرج تحت كلمة قصيدة موضوع ده اولا موضوع نسبي يعني فيه ركائز ثابتة يعني مثلا فيه زي اساس البيت كده معا بالزبط فيه بيت مبني مسلا دور واحد ومنذير الالوان منبر فيه بيت مبني دورين ومنذير الالوان فيه بيت مبني دورين بس بالوان زي كده بسبب القصيدة الاساس سابت العروض والنحو واللغة الشطارات سواء كان عمودة وتفعيلة بس يكون فيه ادوات ثابتة مكتملة الاركان هنا كده سميات قصيدة ممكن تسمى ما فيه قصيدة مثلا منزومة اللي هو النظم مثلا زي الفيت ملمالك شعر تعليمي من الشعر لا تقدرش اقول على الفيت ملمالك ده قصيدة للكم منزومة اساسها صحيح على بحر الرجز الشعر والشعور فبالتالي انا الموضوع ده نسبي لما اقدرش احكم على نص فيما بعد القصيدة طيب الدلالة الرؤية الصور الشعرية المراوغة الفنية استخدام التراث استخدام التناصل جماليات اللغة و جماليات الكتابة و جماليات الابداع كل ده بيظهر معي في النص وده بكون نسبة من نص و نص تاني بيختلف من دودة و لذا بطينا تستخدم التناصل اختلاف من الناس و لا يمكن أن تكون اختلاف من الناس اختلاف من الشعر في العصر الحديث اختلاف من درويش اختلاف من مظفر النوع فالاختلاف هذا في حد ذاته جميل لأن الزايقة ليس واحد الموضوع مجرد ان انا بشوف الركيزة الاساسية وده برجع المرجعية الثقافية اللقوية برضو يعني ما وضحت لناش اكتر ايه هي الادوات يعني هل العروض واحد وكفي ما انا بقول لك اللي هو اول حاجة يعني العروض والنحب واللغة اللي هو الادوات اللازمة لبناء النص بناء مبدائي او بناء اول وصحيح تمام كده ديسما العروض اللازمة للكتاب لكن مش هو ده محدد الشاعر يعني يعني ده كده اللي حطك على بداية السلم اللي هو الكلام ده طب عشان توصل القمة زي بقى بالقراءة الكثيرة جدا جدا تفرد الاسلوب اختلافه التعبير عن وجهات نظر مثلا متقاربة ومرضاربة بالنسبة للناس او كده والتعبير عن حال الناس والكلام عن الانسان يعني ذات الانسانية في المقام الاول وانسانة الشاعر ومدارس طبعا مدارس تمام فده اللي هو تطوير بعد كده لخطر اقدر اقول ده شاعر مبدع وشاعر حقيقي وشاعر مزايف ده عنده ادوات برد يعني الفرج من الحقيق المزايف في موضوع كبير بس انا بتكلم في المجمل يعني يعني شاعر الحقيق ده هو الذي يمتلك الادوات اللازمة للكتابة والذي يخرج بالإبداع يعني بلا سف بلا حدود فده بمقول انه هو مبدع او شاعر حقيقي لانه هو قدر يوصل للناس كلها بشكل حقيقي وبشكل رائع وبشكل جيد وصور شعارية متمكنة وثابتة لكن التاني ده مزايف لي مزايف لانه ما بيقدمش قيمة ثقافية لكن عنده ادوات اللي بيكتبها قصيد ويكتبها النص يعني وجود الادوات مش شرق الاخراج شاعر حقيقي الادوات ده بداية الطريق عشان كده اللي بيج مسلا في النادي عندنا مسلا بف اول حاجة بننصح انه يمتلك الادوات فم بعد ده نقدر نوجه بعد كده او نقدر نقول له قراءنا الواحد بحدي وديك وجهة نظر يعني الواحد لسه برضو ميصل لشيء يعني الواحد برضو ميصل لشيء يعني شعر مش حسبة يعني يا العملية انا بقدر اقول له من الاجهال من انا سبقته في السنة حتى او مثلا خبرة في المجال او كده ده بس اللي هو بيخاليني اقدم النصيح حتى بقلب مطمئن لان انا برضو بخاف من موضوع النقد ده وكده لاني ببقى فيه حد ما بيقبال النقد بصدراحة بحد بشوف ان انا باجع عليه او بكون قاسع عليه وكده فبقول له انت محتاج الادوات بعدين الجاي سهل لاني ببقى متوقف على خرائتك انت واجتهادك ومعرفة الموضوع احساسك انت بالكلام عينك انت بتشوف الى حداث ازاي لان الشاعر بارس ادقى التفاصيل ممكن احطتها في قصيدة ده ببقى توقف على جهد شخصيا برضو هل الموهبة او هل مثلا انا حابب الشاعر هل الموهبة دي تعيقني عن الحركة التعليمية ولا هي المسألة مسألة التنظيم واحدة هي مسألة التنظيم وقت المقام الاول يعني الموضوع مش محتاج منك كتير هي القراءة مثلا لو خصت ساعتين في اليوم القراءة مثلا وساعة في اليوم المزاكرة اعتقد ان الموضوع كده منصف يعني منصف جدا المزاكرة اكتر من ساعة يعني ساعة في اليوم مثلا في الايام العادية يعني وساعتين مثلا للشاعر او الكتابة او القراءة يستغل لده كويس تمام لكن الموضوع ده برضو موضوع نسبيم بين واحد وواحد في حد مسلا انها حضط الموضوع ده هدف قدامه فمش هيبص في الدور حسب ظروف كل واحد يعني فروق فردية برضو بما انك كنت عام نادي الأدب والفكر على قد السنوات الماضية فحضرتك شايف الإقبال السنة دي هل يختلف عن السنوات الماضية ولا اكيد يختلف طبعا يعني النادي اللي منصل في السابق الى هذا العدب برضو يرجع برضو الاجتهاد من المجموعة الموجودة حاليا انهم بدأوا يروحوا الكليات وبدأوا يعلموا في الكليات من جوه ويروح رعاية الشباب وياخدوا الى بيانات الناس اللي مجاجمة في رعاية الشباب انها تكتب شعر او قصة هل تذكر اسمها برضو توجيها لهم طبعا يعني هم اللي تعبوا يعني كتير جدا يعني روضة احمد وحسناء دول اثنين طبعا هم في اللايكة التنظيمي للنادي احمد ودياب طبعا كان معاهم والمجموع كلهم مش عاد انسى حد برضو مجموعة الادارة مجموعة الادارة النادي اللي بدأوا الموضوع غير اللي هم دخلوا في الاطار لما بدأت الجلسات وكده لكن الناس دي بدأت تسعف موضوع ان هم عزين حقبوا عدد او يجيبوا رقم يحضر النادي وبدأوا يتحرك في كل ادو ويتصلوا بالناس الاتصال حتى تليفوني ويجيبوا الناس لان برضو بصراحة كان الموضوع في الاول كان العراف النادي برضو ايه يعني اسبق قليل وكانش فيه شو علامي صحيح يعني ومعاني طبعا النادي استحق وبخوة انه يتحط تحت الادواء وانه يسلط على الادواء انه بفعلا مكان يعني بحاول مش حتى يطور القدرة الشعرية بطور الفكر ونتكلم في امور فكرية وامور نقدية جيدة وبناقش اعمال بها ويحضروا مجموعة من الدخلات والسادزة في جامع الجنوب الوادي صحيح طبعا وده برضو كله بيساعد المبدعين انه مثلا يقدر الواحد يطور مستوى يعرف اسلوبه ويعرف مستوى وسط الناس فينه هو اللي اتح فرصة ما بعد انه حتى اطلع بره واشارك على مستوى الجامعة المصرية مثلا واستكشف الامر عامل ازاي بره والمستوى الكتاب ووصل فين كل ده كان مهم جدا جدا من بداية بقى هنا يعني بداية المكان طب رسالة كيرة توجيها لجميع الشباب المغوبين يعني احدتك تنصحهم باية مستوى بالله انصح نفسي اولا وانصح اي حد عنده موهبة يعني موهبة غير كافية بالمرة انها تنتج مبدع جديد مبدع مجدد المجدد هو الذي يضيف على القديم يعني انا شاعر مثلا في حد اقصى وصل للشاعر دلوقتي كما مش حد اقصى انه كان ماشى من الحضار الى لا يعني قصد دلوقتي في قصد العمودية في عصر الحداث دلوقتي فانت عارق وستوى الناس وصل فين وتفعلنا جديد فيما بعد هم يعني انت فكر رسالة عميح ت سكر التفعل هم عند ته如果امها researchers law ما اكتب حد السلم يعني اذا أكمل عندما ت fermented كتب以上 اكتم specification إذا كان نزار بيقول كده يعني إذا كنا سنكتب ما كتب فلا نكتب يعني خلاص أنت ده شيء تقدم أنت بتعيد سياقته وبتستهلقه تاني من أول جديد وبتعيد تركيبه تاني من أول جديد فكأنك أنت بتدرس اللي درست وتقول اللي قلته فالفكرة دي يعني إيه؟ بترجع بقى إلا مرجعية الثقافية واللغوية الفكرية عند المبدع النفس تمام رب عزين نختم بحاجة كده تكون يعني تود أنك أو كرسالة توجهها للأستاذ المشاهدين اللهي في قصيدة كده هي اللي كنت بدأ بقول عليها قصيدة أنا ثرية يعني اسمها لو سأتحدث عني فهي كانت في ظروف معينة أنا أحب بس أقولها لو سأتحدث عني لابد أن أتحرر أولا من شمس الظهيرة التي اعتكفت على صدري في مواسم الحصاد لابد أن أخرج من ذاكرتي مشهد خلود أبي للنوم كل صباح وألم ما يعصره فشلي في رده عنه لأظهر ولول مرة واحدة كابن بار لابد أن أتنفس زفيرا فقط لأتخلص من رائحة الأدوية في الغرفة أن أدخل في جسدي ألف فمن كي يفسحوا عن المواجع غير المرئية لو سأتحدث عني انزعوا مني نظرات المرة أمام المستشفى الفرنسي وأنا أهرول كمجذوب لأبتاع يوميا أقراص الكورتيزون انزعوني من المقعد الخلفية في المترو ودشنوني وريدا وريدا في الغرفة 378 في الطابق العاشر لو سأتحدث عني لابد أن أنسى كل النكات التي فشلت في أن أقدمها لأبي كعرض للتسلية حلم البطولة في إقناع نتيجة التحاليل بتأجيل الأخبار السيئة لوقت آخر لابد أن أهرب من عيني أبي التي لم يجف منهم الألم قلبه الذي ينزف خوفا باستمرار شفتيه وهي تتمتم خليك راجل الأرض وخواتك لو سأتحدث عني لابد أن أنسى رأسه وهي تسقط على يدي إثر هبوط حاد في مشاعره تجاه الحياة قبضة يده التي صافحتني بقوة وكأنه يطلب النجدة فشليل المرة اللانهائية فيما أراد الجذع الذي اخترق عيون أخي الصغير الصراخ الذي اكتذ به البيت حسرة حاصرت قلب أمي والمسؤولية التي دقت على بابي بدون سابق ترتيب أو أعداد لابد أن أنسى جميع محاولاتي مع الموت جميل أحمد عزيزي المشاهدين كانت هذه فقرتنا الثانية مع الشاعر أحمد جمال مدني شاعر جامعة جنوب الوادي الأول وكما كنا وتحدثنا في بداية الحلقة وهو ابن من نادي الأدب والفكر بكلية الأداب نشكر حضرتك على الحضور شكرا عزيزي المشاهدين إلى أن نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته